خليني كمان أقول لحضراتكم عن أنه النهاردة كان فيه احتفالية اسمها صود غزة انطلقت في سينة ودي كانت بمشاركة الحملة الرسمية لسيد المرشح عبدالفتاح السيسي وهم يعني كانوا موجودين مع المساعدات الموجودة ورايحة لأهلين في غزة فعالية طبعا جاية مع مسألة الهدنة وبداية أولى أيام الهدنة ويمكن لما بتشوفوا الفلسطينيين وهم داخلين وخارجين من المعبر وبيتحدثوا عن كرم الضيافة لو جاز التعبير للمصريين بيقدموه في العريش وفي مستشفيات العريش وفي رفح وكل اللي بيشوفوه من الجانب المصري لكن هم عايزين يرجعوا أرضهم تعرفوا ضرورة وجود المسؤولين المصريين باستمرار على معبر رفح وفي العريش حقا أنه بفضل الضغوطات المصرية على كافة الأطراف احنا النهاردة بنوصل لهدن الفعالية دي شارك فيها عدد كبير من الكائنات الموجودة في الدولة كان موجود مؤسسة مجلس القبائل حزب حماة الوطن حزب مستقبل وطن تنطيقية شباب الأحزاب والسياسيين والحقيقة مجموعة من السياسيين شاركوا في هذه الاحتفالية ويعني بالتأكيد هل نتابع مع حضراتكم كل اللي بيحصل في غزة ومهم جدا أن احنا يكون عندنا متواجد من الجانب المصري عدد من المسؤولين يتابعوا كل ما يحدث هناك علشان نقدر ان احنا نطلع على ما يحدث نتأكد من وصول المساعدات وده مهم جدا كان فيه تصريحات لنائب أحمد عبدالجواد عضو مجلس النواب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وبيفضل الشهادة زي ما كنت بكلم مع حضراتكم تحت أنقاض التراب بدلا من انه يتم تهجيره وقال خلال الاحتفالية الخاصة بدعم غزة من سينة أنه إنجازات سيد رئيس عبدالفتاح السيسي محتاجة وقت أكبر علشان نشرحها سواء بنتكلم عن القضاء على العشوائيات أو مسألة التطوير في البنية التحتية وأضاف كمان فيه تصريحات ونائب أحمد عبدالجواد أنه رئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أنه تصفية القضاء الفلسطينية لن يكون أبدا إلا بحل عادل وأنه لن يكون على حساب مصر أبدا ووضح أنه المصر حققته من إنجازات في سينة بيؤكد أنه إحنا أمام قيادة سياسية مسؤولة بتدير هذه الدولة بحكمة ولديها بعد في الحفاظ على مقدرات الأمن القومي المصري